بسم الله السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم سوف نقصر عليكم واحد الحلوى باردة حلوى بدون فرن مقادر بسيطة وما فيها اشتعقيدات كنت توجد بسرعة لا تأخذ وقت كثير الاهم من هذا انها تجي الليدة الليدة بزيف بزيف كتجي من قلد الحلويات الباردة اشتركوا في القناة 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 لننسبة للطبقة الاولى لندن حوالة البيسكويت كميادة سوف نسمو بسكر الفانيلا سوف نسمو بالقهوة سوف نسمو بالفانيلا سوف نضغط البسكوين سوف نضغط البسكوين سوف نضغط البسكوين نضيف طبقات بيسكويت نكمل الجوانب لا يجب أن تستعمل ايطار مربع نستعمل ايطار صغير خلال طبقات نضيف طبقات جمد جمد الجميل إنتقل المرحلة الثانية بالنسبة للطبقات الثانية نضيف طبقات الثانية يبقى لي تقريباً لا تحتاجه بشكل كبير تلسة المعال كبار ممكن أن تستعملوا أعباد بحال النتيجة ساشة كارامل لا تضيف جوج ساشية صغر نضيف جوجه للاكخيم يجب عليك الحليب لعض الكاس تضيف جوجه للاكخيم كما تستعملون على القشدة نتستعمل حليب ونحن نضيف جوجه تستعمل للاكخيم الحليب كما تقريباً بحال الحاليات البارثة تغني موضوع الموادقة رائعة. نضيف الحليب و نحيد منه الكاس جانبا. نستعمل كيف يكون سهل. نضيف لديك اللاكين باسي سياغ ثلاثة المعالة الكبار. او ممكن كيف مكتلكم انشاء نفس الدور ديولو ممكن حتى شي مشكل ستتعوضوه ننضيف للريح المصرجح بالخلط و نضيف لهorus من العمان فلان jeden يمتعده نعمنا الثلاثة لخ insider cdccfcvcccdccdccdccdcdcdccdcdcdcdcdcd نحرك التحريك بمستمر لن يلصق في القاعدة الإناء نستمر بشكل كيف ترى نخلط في دون القاطع النار تكون مهيلة لن يتحرك لن يللقى الدون أو لن يضح القطع ندفل نار نضع نكمل الوصف نضط 1 دون القطع لديه البيسكويت نستطيع القطاع فقط نستطيع القطاع نضيفها للأخير نضيفها بالإضافة نتحان بصخون خالد نستطيع القطاع وبعدها اذا اجدت القاعدة لم يتم تساوية و لم يتم تساوية بعد ان اجدت القاعدة جمدات نصب على الخلاة نصبه بكل خلاة نصبه بكل خلاة نأكد ان هذا العملية لا يجب ان تزربوا بها نبقى جيدا اجدت قاعدة بعد ان يجمد تلاجة يجب ان تزربوا على الاجد نبقى تلاجة اذا اجدت قاعدة تزربوا هذا المل اجدت قاعدة تلاجة و من بعد ان اجدت القاعدة سوف نغطي كلها بالموز سوف نغطي كلها بالموز سوف نغطي كلها من السفين سوف نضيف كرامل سوف نضيف وصف سوف نغطي كلها بالموز سوف نغطي كلها بكفة خطوط الكرامل مزيان. ودخلت للاجة غير ربع ساعة قريبا غير شوية برد هادك البانان مع الخالد. وهي النتيجة كيف تشوفوا قدامكم. كتجي رائعة وكتجي لديدة بالساف وكتجي زوينة لفشكل ولا في الماطق كتجي فنة ولديدة بالساف وكتصوروا يعني بمعنى الكريمة ان شاء الله انكم تجربوه ويعجبكم. وكيف ملعات الى عجباتكم الوصفة لا تنسوا منيش من لايك واشتراك لي ما اشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش تبسط له بالجديد وبرتجوا الفيديو من اهل والاصدقاء باش تعمل الفائضة وتمزم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بحول الله وإلى اللقاء